رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا أصدر خلاله عددا من القرارات الهامة ومنها فرد حذر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي بداية من صباح غدا الأربعاء وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمجهة فيروس كورونا فيمكن عشان كده وجدنا أن في هذه المرحلة أن احنا ناخد مجموعة من القرارات واللي أنا يمكن حعلنها لحضراتكم الآن وهذه القرارات إن شاء الله هنبدأ في تطبيقها اعتبارا من صباح غدا الأربعاء وحتستمر لمدة أسبوعين أول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي أنا بأكد هنا أن هذه القرارات اللي حنعلنها هي مداها الزمني هو إسبوعين توازي مع حظر حركة المواطنين طبعا حيتم إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من الساعة سبعة مساء إلى السادسة صباحا وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام أو خاص الجزء التالت والمادة التالتة ستغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلة سيكون موعيد عملها من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت يبقى كل هذه المحلات هتبقى بتشتغل خمس تيام في الأسبوع من خمسة مساء إلى ستة بتغلق بتغلق من خمسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي ويومي الجمعة والسبت هو إغلاق كامل وكل ده هدفنا عشان نمنع تجمعات وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين هذا القرار لن يسري على المخابز ولا محل البقالة ولا الصيدليات أو السوبر ماركتس اللي بتبقى متواجدة خارج المراكز التجارية المادة الرابعة هتغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافهات والكزينوهات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يمثلها من محل ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الترفية ده سيكون غلق كامل طوال هذه المدة كما ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يمثلها من محل ومنشآت تقدم المأكلات على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط المادة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وترخيص المرور وتصريح العمل والجوازات ورخص البناء أي خدمات النهاردة بينشأ عنها أن المواطن بيتحرك ويروح لمصلحة حكومية علشان يعمل خدمة أو يقدم خدمة سيتم تعليق كل هذه الخدمات بالكامل طوال هذه المدة هذا الموضوع فقط الذي سيستسنى منه هو مكاتب الصحة علشان موضوع قيد سواء الموليد أو الوفيات التي تحصل طوال هذه المدة المواطن اللي حيسأل يقول طب أنا رخصتي أو بطاقتي المفروض كانت تخلص في خلال الأسبوعين دول تم التنسيق مع وزارة الداخلية أن سيتم مد سرايان عمل كل هذه المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر بحيث أن حكت لو بطاقتك أو رخصتك بتخلص في هذه المدة إحنا حنعتبرها سريع معنا لما بعد إنهاء هذا الحظر المدة السادسة هو غلق كل النواد الرياضية والشعبية ومركز الشباب وصلاة الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية دي القرارات اللي احنا بنقول إنها إن شاء الله سيتم تنفيذها لمدة 15 يوم بالإضافة إلى هذا قررنا إن إحنا مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم أخرى إضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده اللي هو كانت انتهاء معاد انتهاءه يوم 29 مارس أيضا سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين والعملين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والأجهزة التابعة للدولة أيضا 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي اللي هو كان بينتهي في الأول من إبريل يبقى احنا بنمد كل الكلام ده أيضا 15 يوم من سيستسنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعملين بهم لأن دول طبعا دول أولوية أولى وبالتالي هم سيستسنى تماما من كل اعتبارات في هذا القرار لأنهم شغالين على مدار الأربعة وعشرين ساعة علشان نحن نضمن سلامة وصحة مواطنين أنا عايز أأكد أن القرار بينص صراحة أن سيتم تطبيق العقوبات اللي موجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل إلى أربعة تلاف جنيه وتنتهي بالحبس اشتركوا في القناة